حاملاء مشاهداء الكرام فننتقل إلى تونس لنقل لقانب من الكلمة السيروطية الرئيس إمانويل مكرون رئيس الفرنسي أمام أعضاء البرلمان التونسي فهي لهناك التونسية والكثير من الصعوبات التي سنقوم بها بعد قليل عندما نشيد بضحايا ونستذكير ضحايا الاعتداء اليوم وبعد هذه الفترة وبعد إنشاء هذا المجلس أنا أتوجه إليكم بالكثير من الوجل في إطار هذه الزيارة الدولة هذه الزيارة إلى هذا البلد هذا البلد هو بلد كبير وشعب كبير البارحة استقبلت من قبل رئيس الجمهورية القائد السيروطي من الصعب بالنسبة لشاب درس في مدارس الجمهورية الفرنسية ألا يستذكر تاريخ قرطاج وكل التاريخ اللاحق لا يمكننا أن نجهل نجهل القيروان هذه المدينة والمدرسة الدينية وأيضا أسس الاستقلال لعام 1956 وهذا التاريخ الذي عبرتموه للوصول إلى هذه اللحظة والتي مرت بها تونس إن هذا التاريخ العظيم وهذا الشعب العظيم وهذه الأمة العظيمة والتي تعيش سنواته الأولى في هذه الديمقراطية التي لا سابقة لها وبالتالي في هذه اللحظة التي أنتم تعيشون فيها والتي هي أيضا نعيشها نحن بلدكم يعيش في السنوات الأولى التي تترافق بأوجه الضعف التي تمثلها هذه التحديات لهذه الديمقراطية في هذه الظروف الأقليمية والعالمية والتي ازدادت صعوبة مقارنة بالسنوات السابقة وبالتالي آتي إليكم بكثير من التواضع ليتوجه إليكم ببعض الكلمات أولا بشأن ما أحرستموه وبما ستقومون به وسأتحدث أيضا إلى ما يمكن لفرنسا أن تقوم به لمساعدتكم في هذا المسعة لقد تحدثنا عن الربيع عن الربيع العربي تحدثنا عن الثورة والكثير من الناس يعتقدون بأن هذه الصفحة طوية وهذه اللحظة انتهت لأنه في العالم المعاصر الأمر تسري وتجري بسرعة كبيرة جدا وبالتالي الصفحة تفتح وتطوى بسرعة كبيرة جدا إن صفحة الربيع العربي أو الربيع التونسي لم تطوى بعد أنتم ما زلتم تعيشونها وبل تشاركون في إحيائها ما تبينه يوميا تبين بأن تونس عائدة وبأن تقولون أيضا بأن فرنسا هي أيضا عائدة من جديد في الكثير من الموضوعات وبالتالي وإننا نقوم بهذا الأمر في إطار عمل صعب ومن خلال أنشطة أنتم قررتموها هنا أريد أن أشيد بشجاعة وبقوة الشعب التونسي الذي نهض وهذا ليس بغريب بأن هذا الشعب نهض هنا لأن تونس اختار التعليم وهذا على خلال ربما استثنائي مقارنة بكل الدول العربية الأخرى أن المجتمع المدني انتظمت بعد ذلك والمجتمع المدني انتظم في هذا البلد وأريد هنا أن أحيي المجتمع المدني ولسيما من خلال الحصول على جاس نوبل للسلام وأن المجتمع السياسي أيضا انتظم وقام ببناء دستور للبلاد أربع سنوات تقريبا مضت مضى على ذلك خلال كل هذه السنوات كان الكثير من العمل من قبل الشعب التونسي والمجتمع المدني المنتظم بفضل الرجال والنساء الذين عاملوا في إطار هذا المجتمع السياسي قدتم ثورة ثقافية حقيقية وأنتم نجحتم في هذه الثورة وهنا أريد أن أشيد بكم أنتم نجحتم كما في الماضي نجحتم أحيانا لا أذكر بأنكم تمثلون هذا البلد أن تلغوا العبودية قبل سنتين من فرنسا وأنتم قررتم وكنا نعتقد عفوا بأن التقاقر الديمقراطي سيطغى ولسيا ما فيما تعلق بحرية الإرادة والعقيدة أنتم حرصتم على هذه المبادئ بل حررتمها وكتبتمها ووضعتمها في الدستور إن هذه الثورة الثقافية العميقة والديمقراطية تشكل مثالا أنتم وضعتم هذه الحقوق في الدستور حرية العقيدة المساواة بين الرجل والمرأة ومتابعة هذه الحركة التي تمثلت بالقرارات الشجاعة والتي أشيد بها القرارات الشجاعة التي اتخذها الباجي قائد السبسي والذي أحييه هنا ولسيا ما في الصيف الماضي الذي قرر بالبدء بهذه الحركة التي لا رجعت فيها من أجل أعطاء الحقوق في إطار الزواج الحقوق نفسها للرجل والمرأة في إطار الزواج وأيضا نجحتم في إرساء دولة مدنية حيث الكثير اعتقد بأن هذا مستحيل ومن خلال هذه الثورة الثقافية والديمقراطية لقد استطعتم أن تكذبوا الكثيرين في العالم الذين يقولون بأن الإسلام لا يتوافق مع الديمقراطية لقد أثبتتم العكس ولقد أيضا كذبتم من يقول في الكثير من نحاء العالم بأن الإسلام هو موجودا من أجل إدارة الدولة وبأن الفصل غير ممكن لقد استطعتم أن تكذبوا ذلك أيضا لقد استطعتم ومن خلال هذا العمل العميق استطعتم بناء نموذج فريد نعم فريد الذي استطاع سنة وراء سنة الاستمر في هذا العمل الشعبي لتشكل مثالا مثالا لا سابق له البارحة قلت بأنه من ينظر إلى هذا الأمر كما لو كان أمرا شاذا أو استثنائي البعض الآخر يرى فيه هذه خصوصية ولكن أنا في ذلك أملا ومثالا ونموذجا من جانبي إن هذه الثورة وهذا الربيع الذي بدأ قبل سبع سنوات هذا الأمر لم ينتهي بعد وأنا أقول ذلك من فرنسا من فرنسا حيث الثورة الفرنسية استلزمت قرن من الزمن للإرساء وأنا لا أنسى هذا الوقت الطويل اللازم لهذه الحركات الطويلة تحتاج إلى قرار صارم والتحديات التي أمامكم اليوم تتمثل في تحويل هذا الربيع إلى الربيع اجتماعي اقتصادي وهذا التحدي الذي تواجهناه اليوم هو أن تستمروا في العمل من الإحياء هذا الربيع ليكون يشكل في نجاح بلدكم وأن يغير حياة التونسيين والتونسيات هذا هو التحدي الذي هو أمامكم من وجهة النظري وهنا أريد أن أقدم لكم كل دعمنا من خلال هذا العمل الضروري في هذا الوقت نعم أن تنظيم الانتخابات البلدية في الربيع القادم ستكون لحظة مهمة لحياتكم السياسية والديمقراطية لأن هذه الانتخابات ستغذي هذه الأعلاقات بين الشعب وبين ممثليه إن هذا العمل الذي يقوم به كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مكافحة الفساد هو عمل ضروري من أجل استعادة الثقة وتعزيز الديمقراطية وعادة الثقة بين الديمقراطية والشعب كل هذا العمل الذي ينبع القيام به من أجل السماح للدولة بالعمل من خلال تسهيل الإجراءات هذا عنصر مهم جدا لهذا البناء ولهذا الصرح كل هذا العمل من أجل الأصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين حياة التونسيين في هذه اللحظة المهمة التي عانيتم من خلالها من الأزمات الأقليمية حيث أنتم شبابكم يعاني من البطالة حيث عدد كبير من حاصرين على الشهادات الجامعية لا يحصلون على وظائف شغل وعمل إذن هناك أصلاحات مهمة وضرورية نعم أني أقدر حق تقدير المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقكم المسؤولية التي تتمثل في مواصلة العمل العمل الذي يقام به الشعب والمجتمع التونسي والذين قاموا بإطلاقه وفي هذه اللحظة التي تقوم تونس ببناء مستقبلها ولقد ذكرت السيد الرئيس إن مسؤولتكم هي مسؤولية كبيرة جدا هذه المسؤولية من أجل متابعة هذا الربيع وأن يثمر هذا الربيع وأن كل المكتسبات التي تمت لا يتم تقويضها رغم الأختلافات المشروعة والديمقراطية التي أنتم تعبرون عنها هناك أمر مهم يتمثل بمصير بلدكم وهذا الأمر كبير لأن العالم العربي ولأن البلدان المغاربية وكل المتوسط ينظر إليكم وهم بحاجة إلى نجاحكم وبالتالي أمام كل هذه التحديات وأمام كل ما قد شرعتم به ومن خلال العمل الرائع الذي قمتم به أريد هنا أن أقول بأن فرنسا تقوم بكل جهدها لمساعدتكم في ذلك ليس كما يساعد الصديق صديقا بعيدا أو كما يحب الصديق صديقه نحن سنريد أن نساعدكم كما يساعد الإنسان أخاه أو أخته لأننا لدينا تاريخ مشترك هناك لحظات عظيمة ولحظات أخرى قاتمة لدينا لغة نتشاركها هي ليست وحيدة ولكنها موجودة وهي تمثل قوة وسأعود إلى هذه النقطة لاحقا ولدينا أيضا الكثير من الحياة المشتركة والأشخاص المشتركين العديد من النواب الفرنسيين والتونسيين الحاضرين هنا الشخصيات السياسية الكبيرة والشخصيات الثقافية التي ترفقني تبين عن ذلك أحيانا هؤلاء لا يستطيعون أن يقولوا بدقة هل هم فرنسيون أم تونسيون إنهم كلاهما في الوقت نفسه لا يمكن الفصل بينهم هناك في فرنسا ثمانمائة ألف تونسي وتونسية العديد كبير من مزدوجي الجنسي ثلاثين ألف فرنسي يعيشون في تونس وعدد كبير أيضا من مزدوجي الجنسي لا نعرف عددهم بالضبط هناك الملايين الملايين من مواطنين يتشاركون البلدين وهم ينظرون إلى ما نقوم به وما نعمله هؤلاء الملايين ما الذي فهموها خلال السنوات الماضية هؤلاء فهموا بأن تونس هذا البلد الصغير هذا البلد الذي نهض وهذا البلد الذي يستجمع قوة وروحه القوية والذي استطاع هذا البلد ورغم كل الصعوبات أن يؤكد على القيم القيم متعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء وحرية العقيدة والحريات ليست لا تختصر فقط ولا حكرا على ضفة من دفتي المتوسط بل كل هذه القيم هي كنز وتشكل قيم عالمية أين ولدت هذه القيم في المتوسط على ضفتي المتوسط وأنتم تحملون هذه القيم وعندما أقول لكم بأننا نتحاور كأخ وأخوة لأني كرئيس للجمهورية والشباب إن لم أقم بما عملي الشباب الفرنسي سيلومني وهذا عندما أتحدث عن مسؤوليتكم قبل قليل أتحدث في الوقت نفسه عن مسؤوليتنا نحن أن ليس أمام فرنسا أي خيارات أخرى أو أي إرادة أخرى اللهم أن ترى نجاح تونس في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس من أجل إنجاح هذه القيم قيامنا أن نشارك في إنجاحها هنا حتى نكون أوفيئة لتاريخنا ومن أجل القضاء على الحركات الظلامية التي يسعى البعض إلى أحيائها لكي نبين للعالم برمته بأن هذا ممكن حتى وإن كان هناك دائما من يشكك في ذلك صباحا ومساء ويضع العصي أمام هذه الحركة ولكن نحن علينا العمل من أجل النجاح في ذلك هناك المعنى الأساسية لإستقراركم وأمنكم أنتم طربتم هنا من قبل الإرهاب والقوى الظلامية نحن خلال السنوات الماضية شهدنا نفس الاعتداءات وبالتالي رأينا الكثير من الأطفال الأبناء الذين ذهبوا للجهاد في أراضي بعيدة لأننا نحن أيضا أشعرنا بالألم بسبب الإرهاب الشنيع في أبنائنا وأطفالنا ونحن في تلك اللحظات تعرضنا للتصدع وبالتالي نقف لجانبكم من أجل مكافحة الإرهاب وأن نقوم بتبادل المعلومات البارحة أبرمنا عدة بروتوكولات في هذا الإطار لندخل في تفاصيلها هنا إن هذه المكافحة المشتركة ضد الإرهاب وهذا الالتزام من أجل تحسين تبادل المعلومات بشأن العائدين من الجهاديين هذا التعاون مهم جدا من أجل النجاح إن الديمقراطية الشابة التونسية لا يمكنها أن تغامر عندما تتحمل وحدها هذا الموضوع نحن سنكون إلى جانبكم للنجاح في ذلك لأن الأمن هو من أجلكم هذا الأمن ضروري بالنسبة لكم وهذا الأمن وهذا الاستقرار وهذا ما يبغي لنا للقيام به في هذه المنطقة وأنا لا أنسى هنا بأنه عندما قرر العديدون بأنه يجب أن يضع حدا للقادة الليبيين في الماضي تم التدخل من الخارج على بعد عدد ألاف كيلومترات دون أن يكون هناك مشروع سياسي أو أي مشروع لاحق لتلك العملية إن أوروبا والللات المتحدة الأمريكية وآخرون لديهم مسؤولية فيما يتعلق بالوضع الراهن هذه المسؤولية التي أدت بغض النظر عن رأينا بأولئك المسؤولين أي أعتقد بأنه إن الإطاحة بطاغية يكفي لحل المشاكل لقد نقلنا ليبيا إلى هذا الوضع دون حل المشكلة كان لهذا أثرهم مباشرة على تونس فيما تعلق بالسياسة والأمن والاقتصاد وأنتم ما زلتم تعيشون اليوم هنا مع هذه المخاطر أو التهديدات وهذا الوضع إلى جواركم والذي يقوض من أوضاعكم وذلك سنبدل كل الجهود كما ذكرت في الأشهر الماضية من أجل السعي إلى استعادة استقرار سياسي في ليبيا لقد أن فرنسا تدعم بصورة كاملة لنشاط وعمل موثل العامل من العامل المتحدة في ليبيا حتى يكون هناك حل سياسي في ليبيا من أجل تأمين الوحدة والاستقرار على حدودكم وبالتالي الاستقرار في كل المنطقة أنا أعيدكم بهذا الالتزام إن فرنسا ستعمل مع تونس في مواصلة هذا العمل من أجل استقراركم وهذا ما نحن مجدون لكم به إن هذا العمل من أجل الاستقرار والأمن هو مهم في كل هذه المنطقة في المغرب والمشرق والساحل وهذا العمل سنقوم به من خلال الحوار الصارم والصريحة مع القوى السياسية التي لا تشاطر القيامة معها ومن خلال التأكيد على البناء أو على الحفاظ على هذه التعددية لي تسمح لهذه البلدان أن تقف على أقدامها والاحترام الأقليات وعلى الحفاظ على الاستقرار ما قمنا به في الأشهر الماضية في لبنان ما سنستمر بالعمل فيه في سوريا وفي مناطق وبلدان أخرى إن هذا العمل هذا العمل الذي يبدو أحيانا صعبا والذي نسعى من خلاله من أجل حماية كل الأقليات السياسية أو الدينية أو العرقية أو السياسية التي من خلال استطاعتهم العيش في هذا البلد ومن خلال الحفاظ على سياة هذا البلد هذا هو عملنا في كل هذه المناطق لا نريد أن نشرح للشعوب ما هو الرئيس الجيد لهذا الشعب هذا خطأ عندما نقوم بذلك من الخارج ولكن إن ساعدنا هذا البلد من أجل اتخاذ خيار السيادي وأن يتم احترام الأقليات وأن البناء القيم المشتركة الذي يتم احترامها هذا العمل سنواصله دون كرل أو ملل في الأشهر القادمة وهذا العمل عمل مفيد فيما يتعلق بما تمر به تونس وفي بالنسبة من أجل مواكبة هذه الحركة وهذا الانتقال يأتي من خلال التعليم والتعليم العالي والتربية وهو عمل ضروري هنا في تونس ومنذ الاستقلال اخترتم هذا الخيار خيار التدريب والتكوين والتعليم أكثر من ثمانين تسعين بالمئة من المتعلمين وهذا هو خياركم وكان خيارا شجاعا للرئيس بورقيبة بعد الاستقلال وكانت مرحلة فريدة في كل منطقة من السهل أن ذاك كان من أن تتخذ تونس خيارا آخر من أجل الحكم بصورة أسهل هذا كان ممكنا ولكن أنتم تعتبروا أمة نيرة لأنكم اخترتم خيار التعليم وفرنسا ستواكيوكم من خلال الاستثمار في المدارس من خلال عمل متجدد بين المدارس ولقد بدأنا بالعمل في هذا المجال البارحة ومن خلال أيضا شراكة معززة في مجال التعليم العالي والبحث وفي هذا الإطار الجامعة الفرنسية التونسية من أجل أفريقيا والمتوسط هذه الجامعة هي من وجهة نظري تمثل هذه الروح التعاونية التعليمية هذه الجامعة التي سستقبل طلابها الأوائل في عام 2016 التي سنمولها ونبنيها معا بالإضافة إلى كل الشراكات الموجودة إنها طريقة للتعليم هنا لتعليم الشباب التونسي والمغاربي والأفريقي حتى نحول ونجعل من بلدكم مركزا للتعليم فضاء مرجعيا وحيث كل نخب المستقبل تتوافد إليها لفترة من الزمن من أجل التبادل التدريبي والتعليمي إن المساهمة في هذا العمل هذا الأمر لا يقترح في عرض على شعب تونسي لذهاب وتعليم في الخارج هذا الممكن ولكن من خلالي هذا الأمر سيستمر من خلال إعطاء التأشيرات من أجل تسهيل التبادلات ولكن أيضا من خلال تقديم عرض تعليمي وتعليم عالي كامل ومتكامل هنا حتى يكون ذلك مرجعا لكل المنطقة والقارة هذا الطموح الذي نريد أن نتشاركه الذي يكون على مستوى تاريخكم المعاصر ومن أجل مواجهة تحديات المستقبل ومن أجل تعليمي شبابكم وأن تجعلوا من بلدكم بلدا مرجعيا في هذا المجال هذا الطموح الذي نحمله الذي حملناه صباح هذا اليوم من خلال تدشيننا للمدرسة الفرنسية الأولى أو المركز الثقافي أليانس فرنسيز أقول هي الأولى لأنه منذ عام 1948 ربما فقدنا هذا الخيط عندما اتحدث عن الأليونس فرنسيز أو المدرسة الفرنسية هذا مشروع في الواقع تونسي رجال ونساء قرروا من خلال احترامهم لملثاق من أجل بناء علاقات مع فرنسا هؤلاء قرروا هم بأنفسهم هنا في تونس من أجل التونسيين والتونسيات أن يدشنوا هذا المشروع من أجل تعليم اللغة الفرنسية بصورة متصاعدة من خلال التعليم وتأكيد على الثقافة والقيام بتبادلات ثقافية متعددة ومختلفة وفي جميع المجالات بين بلدين في هذه السنة سيتم تدشين ستة مراكز ثقافية فرنسية في كل تونس هذه المراكز والمؤسسات ستغذي هذه الإرادة وبالتالي سنواصل هذا العمل التربوي والتعليمي الضروري معا وكما تفهمون إلى جانب هذا هناك الالتزام بالفرنكوفونية الفرنكوفونية ليست مشروعا فرنسيا الفرنكوفونية علينا لا ننسى لأن تونس هي من البلدان الذي حاملت الفرنكوفونية استيناتنا إلى قران شجاع من بورقيبة وهذا البلد منذ تحرره أراد أن يشرح للعالم بأن اللغة الفرنسية هي أيضا ملك لهذا البلد وهذا ما قلته في وقدوغو قبل عدد أسابيع أنا أعرف كل حالات التفاهم المتعلقة باللغة الفرنسية والفرنكوفونية في الماضي كنا نعتقد عندما يكون إنسان وطنيا بحتا كان عليه أن لا يعتبر اللغة الفرنسية كل لغته وبأن اللغة أخرى هي اللغة المفضلة ولكن أنا فهمت الآن بين اللغة الفرنسية لم تعد ملكا لفرنسا إن حيوية اللغة الفرنسية أين هي هذه الحيوية موجودة على الضفاء في نهر الكونغو هي موجودة في أفريقيا وفي منطقة كاريبي أو في المحيط الهادي وهذه اللغة موجودة في إرادة الرجال والنساء الذين ورثوا هذه اللغة أو الذين اختاروها هذه الإرادة التي تمكنهم من إحياء هذه اللغة هذه اللغة هم ينظرون إليها كجزء من تاريخهم وهويتهم ومن أيضا جزءا من نجاحهم أنا أتمنى أن تحيا الفرنكفونية بصورة متزايدة في بلدكم أن يحملوها التونسيون والتونسيات لأنها جزءا منكم لأنها جزء من خياراتكم التاريخية هذه الفرنكفونية جزء من نجاحكم الحاضر والمستقبلية لنتصور بلدا نتحدث فيه العربية والفرنسية وبالإضافة إلى الإنجليزية أيضا كيف بلأي بلد يستطيع أن ينجح أكثر من ذلك على ضفاف المتوسط أي بلد يستطيع أن ننجح أفضل من ذلك على المستوى الاقتصادي والتعليمي هذا الشباب كيف نستطيع أن نساعد الشباب إذا قلنا له بأنه لا ينبغي له أن يتعلم اللغة الفرنسية علينا القيام بالعكس من ذلك الفرنكفونية هي فرصة إضافية إنها همزة وصل متوسطية لأن الفرنكفونية هي ملك لكم لم تعد ملكا لفرنسا الفرنكفونية هي ملك لكل من هم فخورون بهذه اللغة والذين يسعون إلى أحيائها وبالتالي هي ملك لكم لذلك اخترت أن أدعم بشرة كاملة بقرار رئيسكم من خلال اجتماع منظمة الفرنكفونية هنا في تونسي عام 2020 ومن أجل أن نجعل سنة أساسية ومنعطفا من الآن وحتى تلك السنة أي بعد سنتين سنحاول أن نضاعف عدد متعلمي اللغة الفرنسية هنا وبالتالي قررت بأن نقوم بالاستثمارات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف إن الفرنكفونية هي ليست مجرد لغة وإنما هي ثقافة مشتركة هذه الثقافة التي غذت علاقاتنا وصلاتنا الشخصيات الكتاب، السينمائيون، الشخصيات الكوميدية كل هذه الشخصيات هذه المصائر المشتركة بيننا نحن نريد أن نحيي هذه الثقافة هذه الثقافة المهمة من أجل النجاح بنجاحكم ونجاح هذه العلاقات المشتركة ونريد أن نؤكد على بعض المشروعات الكبرى تحدثوا عن قرطاج قبل قليل كيف يمكننا أن نتخيل بأن فرنسا لا تواكبكم ولا تقف إلى جانبكم عندما تكون تونس قادرة أن تستعيد قوتها وبهاءها لماضيها الحريق وأن نبين بأننا نستطيع في الواقع أن نساهم في هذا العمل الرائع في مجال التراث والآثار الضروري أن فرنسا ستقف إلى جانب تونس إلى المشروع الكبير لقرطاج هذه ستكون قوة بالنسبة لتونس المستقبل أخيرا هناك كما ذكرت السيد الرئيس هناك الاقتصاد علينا أن نكون أن نعلم وأن نتقدم ولسيما فيما تعلق بالشباب بعد الحصول على الشهادات يجب الحصول على وظيفة على عمل وهذا هو التحدي الذي تواجنه من أجل السماح للطبقة المتوسطة في تحسين مستوى حياتها وأن نسمح أيضا لهؤلاء الحاصلين على الشهادات مهنة مستقبلية إن فرنسا ستقف إلى جانبكم من أجل بناء هذا المستقبل الاقتصادي والاجتماعي وهذا ما سنقوم به سنقوم بذلك من خلال التزامات واضحة لقد أكدتوا على الالتزام بواحد فاصل اثنين مليار بالإضافة إلى خمسمائة مليون يورو من الفترة من الفين وعشرين حتى الفين واثنين وعشرين من أجل التأكيد أيضا التحويل الديون إلى مشروعات تنموية ومساعدة الشركات وتحسين هذا التعاون الاقتصادي وأردت أيضا أن تكون لدينا خطة طارئة خمسمائة مليون خمسين مليون يورو تقدمها الوكالة التنمية الفرنسية من أجل مساعدة رواد الأعمال في مجالات مختلفة ومواكبة هؤلاء الشباب الرواد في مجال الأعمال إذن في هذه الخطة الطارئة في هذه السنة والسنة القادمة ستواكب قراراتكم من أجل الإسراع والتسهيل والتبسيط من أجل الحصول على نتائج ملموسة للطبق الوسطى ولشبابكم القرار الثاني الذي اتخذناه يتعلق أيضا من خلال رفقة العديد من الشركات الفرنسية الحاضرة التي تفكر بالتوطين هنا أي أن نقوم خلال خمس سنوات خلال ولات الرئاسية أن نضاعف الاستثمارات الفرنسية في تونس سنقوم بذلك معكم العديد من الشركات أكدت على إرادتها في الاستثمار شركات أخرى ستأتي بالخلال مع ومنظمة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى عمل السفارة وتحت إشراف الوزارات المختلفة من أجل تعبئة وحشت كل الطاقات الفرنسية للمحافظة على هذه الاهداف بالإضافة إلى الاستثمارات العمومية الفرنسية هناك أيضا حصة القطاع الخاص للتنمية من أجل النجاح في هذا الرهان والحصول على النمو الذي يجب أن يزداد في بلدكم من أجل تحسين القدرة الشرائية في بلدكم الالتزام الثالث في هذا المجال هذا الالتزام المتعلق بالتعاون مع أوروبا إن النجاح الاقتصادي يمر من خلال تعزيز العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي لقد قمنا بفرنسا من أجل أخراس تونس من القائمة هذا ما تم ومن أجل توضيح كل الأوضاع الصعبة التي من شأنها أن تعرقل هذه الانطلاقة أن فرنسا ستتقف إلى جانب تونس في مجال اتفاق التجارة الحرة الشامل والمعمق ومن أجل اتخاذ كل الأجل الاندماج الاقتصادي والتقارب الاقتصادي ليس فقط بين بلدين ولكن بين تونس والاتحاد الأوروبي. هذه حاجة بالنسبة لكم. هذا تحدي بالنسبة لأوروبا. وبغض النظر عن هذه الاتفاقات المبرمة يجب الآن نشر برامج وتقديم مساعدات في مجال اتفاق التجارة الحرة والفضاء الجوي والفضاء الاقتصادي. إن هنا أيضا فرنسا ستلتزم في هذا المجال من خلال هذه القرارات ومن خلال هذا الالتزام نجاحنا المشترك هو الذي أريد بنائه. إنها وأيضا علينا أن نختار طريق الانتقال الحر والمختار دائما ومنذ عدة سنوات كنا نتخذ طريق الارغام والاضطرار بين افريقيا وأوروبا. إن الأزمة التي تعيشها المتوسط منطقة المتوسط. هذه المنطقة أصبحت بالنسبة لكثير من الشباب أصبحت مقبرة مقبرة للآمال اليائسة أو الآمال المستحيلة. لماذا؟ لأننا فشلنا في بناء الأمل في القارة الأفريقية. إن الحل لا يكمن في أن نشرح للهفارقة بأن مستقبلهم في ألمانيا في النمسا أو في فرنسا. وهذا قمنا به من خلال قرارات قامت بها فرنسا في الصيف الماضي. من خلال تقديمها للحماية. لكل من يحقوا لهم طلب اللجوء. وحتى من ليبيا ومن شاد ومن النيجر. أي قمنا بكل ما نستطيع في بلدان المصدر حتى يستطيع عودة أبناؤها من خلال تفكيك شبكات التهريب. ولكن بالإضافة لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد مشروع مشترك لإعطاء وجه جديد للبحر الأبد المتوسط للمغرب العربي ولأفريقيا. هذا هو التحدي أمامنا. عندما أتحدث عن الفرنكفونية والاقتصاد والتعليم يجب أن لنحصل على مشروع مشترك. هنا من أجل مساعدة الشباب والرواد في مجال الأعمال والجامعين والأكاديميين لكي ينتقلوا بحرية. ولكن المواهب يجب أن تبقى أو أن تعود من أجل المساهمة في تنمية بلادها. وعلينا أيضا أن نكسر إذا جاءت تعبير هؤلاء الذين يقومون باستغلال هذه المآسي من الإرهابيين والمهربين. هذا هو التحدي أمام هذا التحدي يتجاوز العلاقات الثنائية. التحدي الذي أمامنا هو التحدي الجميع المتمثل بهذا الفضاء. الفضاء المتوسطية. الفضاء الذي يواجه العالم العربي والأفريقي. علينا أن ننجح في ذلك معنا. لقد أثبتتم في السنوات الماضية بأن هناك بديلا عن السلطوية والإرهاب. لقد بيّنتم هنا من خلال اللحظات عظيمة. على غرار التعدل البرلمانية في سوريا وفي مصر في الخمسينات من القرن الماضي. وبالتالي أمامنا تحدي مهم بالإضافة إلى العقات الثنائية بين بلدين. علينا أن نحاوله بشكل أوسع. أن نجد استراتيجية مشتركة. الكثيرون تحدث عن السياسة العربية لفرنسا. لا أعرف إذا كانت هناك سياسة عربية لفرنسا. ولكن وفي هذه النقطة سأكون متواضعا. ليس لدي إجابة عن هذا السؤال. إن التنوع الموضوعات هي مختلفة. والتوترات هي مختلفة جدا إلى درجة يكون فيها من المستحيل أن نجيب على هذا السؤال. وأنا ليس لدي جواب على هذا السؤال. أنا التزمت بأننا اخترنا بعض قرارات في الماضي اتخذناها جعلت من هذا الخيار مستحيلا بعد فترنا الزمن. لا يمكن لأي سياسة عربية أن تكون ناجحة إن ارتكبنا خطأين اثنين. التي الخطأني لا أريد ارتكابهما. الخطأ الأول يكمل في القول بأن نستطيع أن نبني سياسة عربية في فرنسا خارج العالم العربي. هذا الأمر لن ينجح. لن يفلح. من يقول بأنه يمكن الإطاحة برؤساء وأن نقرر بما هو جيد أم لا عن بعد عن عدة ألاف من الكيلومترات. وأنا أعتقد بالتالي بأنه من يعتقد بأننا نستطيع أن نحل الصراعات البنيوية الموجودة في كل المنطقة على بعد عدة ألاف من الكيلومترات هم على خطأ. ومن يعتقد أحيانا في الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي بأنه يمكن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هم على خطأ. إذا أردنا أن نبني السلام والمستقبل والسلم لكل العالم العربي يجب أن نكون متواضعين. نعم يجب أن نتحل بالتواضع بأن نقبل أن يتم ذلك داخل العالم العربي. إن فرنسا ستقوم بكل جهدها بالتوافق مع تاريخها حتى يكون في السنوات الماضية أن يكون هناك مخرج سعيد لهذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكن فرنسا ستقوم بذلك قائلة بأن هذا المخرج لن يأتي إلا من خلال حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وهذا المخرج لن يكون ممكن إلا من خلال الاعتراف بدولتين حرتين مع مع القدس عاصمة لكل منهما مع حدود معترف من بها. شهد الكرام فرنسا ستبذل قصارة جهدية لمساعدة تونس. كانت عبارة واضحة ومحددة من جانب كلمة إمانويل مكرون الرئيسي الفرنسي أمام البرلمان التونسية. شهد فيها بالشعب التونسي الذي وظفه بالأمة العظيمة. وقال إن بلدكم تعيش أيضا السنوات الأولى في ممارسة الديمقراطية رغم الصعوبة. بالإضافة إلى أشياء أخرى اقتصادية وتعليمية وسياسية أشار إليها كما أشار أيضا إلى القضية الفلسطينية.